اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيخلصنا من الالام وريحنا جدا جدا وما خليش عندنا الام وبالتالي بيساعد على علاج الخشونة ومساعدة قوية جدا دكتور محمد حمدي انت طبعا استشارع لك طبيعي وقد ايه تشرح لنا ازاي بيتوغل ده او المواد الفعالة اللي بتفيدنا من المنتج ده وانا ببداينا هزيدك من الشعر بيت يعني القصة كمان مش قصة المريض بس اللي عنده مشكلة هو اللي هيقدر يستفيد من التمولي كريم لا خالص كمان الاسليت الرياضي او اللي بيتجه لممارسة الرياضة راح جم ظهر بعد حاجة اسمها مصل سورنس بيبقى قلم نتيجة الاجهاد اللي موجود في العضلة بيبدأ يستعمل التمولي كريم دوت ممكن يستعمله بعديه بعد كمدات سخنة عشان يبدأ يزود البلات سيركوليشن دورة دموية للمنطقة دية تشيل اللاكتك أسد ويبدأ يستعمل بعديه التمولي كريم على العضلات والمفاصل اللي هزر فيها الام بعد دخول الجيمة مثلا ان شاء الله بإذن الله جميع الالام دي بإذن الله وان شاء الله هتزول كويس جدا احنا عمدنا دلوقتي الشكر الرياضي وشك العليه كمان احنا بنتكلم دلوقتي كمان انا دلوقتي بيجي لي تلفونات وبيجي لي ناس أبهاتنا و أمهاتنا الناس اللي تعبانا في البيوت بيبقى فيه ألام مبرحة في العظم واجعوهم جدا بتأثير الالتهابات اللي موجودة طبعا بالالتهابات بإعساب خصونة بسبب غضروف مثلا في أوله ولا حاجة احنا عندنا تمولي كريم بيساعد على العلاج لحنا زيما قلنا اللي فيه أكتر من عنصر وكلها مواد فعالة وزيوت طبيعية دكتور كلمنا عن المواد الفعالة اللي موجودة في المنتج اللي بتخلينا نستريح أو نقول بالبلد كده لكل أبهاتنا و أمهاتنا انتوا هتستخدموا المجموعة دي بشكل منتظم هتستريح احنا قلنا فيه جلوكوز أمين ده عبارة عن جلوكوز أمين ده أمينو جلايكو بروتين يعني بروتين وسكر في نفس الوقت مادة كده بتروح المادة دي عبارة عن الطوب اللي بيتبني منه الغضروف والطوب اللي بيتبني منه السائل اللي ما بين الغضريف تمام جدا جميل جدا تمام يبقى هو بيساعد في بناء الغضروف في المفصل والسائل الزلالي اللي بيعمل أو تشحيم للمفصل دي مادة واحدة المادة التانية كامفر أويل أو الزيت الكفور جميل فيه زيت النعناع حلو فيه زيت المنتول اللي هو النعناع الصناعي فيه السلسيلك أسد اللي بيزود النفاذية ومضادر الالتهاب هو نفس مادة الأسبرين بس إحنا مصدرنا طبيعي لأن الأسبرين أساسا مصدره طبيعي اللي هو شجر السفصاف تمام فيه كاموميل ده مهدئ وبيهدئ التوتر والتشنج العصبي اللي بينتج من الالتهاب يعني هي توليفة بفضل الله سبحانه وتعالى مسكن للألام مضادر الالتهاب بيبقى سبب في بناء الغضريف ممكن يبقى سبب وحيد في الالتهابات المفصلية الخفيفة لدرجاتها خفيفة وبيبقى جزء أساسي في الخطة العلاجية كل لما الدرجة بتزيد بالإضافة طبعا للعلاج الطبيعي بيبقى خطة ممتازة جدا كمان عايز أستأذنك دكتور محمد حمدي إن الكريم ده هما ساعات في العلاجات بيستخدموا الألتراسونيك بيستخدموا اللي هو الموجات الفوق الصوتية في العلاج في العلاج آه وبيحطوا جل علشان يعمل تأسير ممكن الكريم يستخدم مكان الجل يبقى جلسة مع الكريم ده على المفصل الألتراسونيك مع الكريم يخش في المفصل أعتقد أني بتكلم صحة والله بيبقى الكريم مع الجل اللي موجود يعني يستخدم الجل مع الكريم اللي موجود بحس أن يعمل حاجة اسمها فونوفريسس تمام الموجات فوق الصوتية نفسها تبدأ تدخل الجزائيات طبعا مع المواد الجميلة الطبيعية حلو جدا كلام ممتاز جدا وكلام رائع جدا وبمنتهى الصراحة وبمنتهى الوضوح اللي تعودتم مني بالثقة والأمانة والصراحة اللي احنا بنقول يا جماعة يعني اتقال كلام علمي كبير جدا وفيه أغلبية الناس ممكن مثلا مشوقة ده بقالها بس احنا بنوضح يا جماعة وبصورة المنتج بتاعنا ده المجموعة احنا بنفعش طبعا تاخد واحدة وتستخدمها احنا بنستخدم كورسي كامل قلنا من شهر لتلت شهور على حسب الحالة اللي موجود منتج آمن جدا منتج فعال مرخص من وزارة الصحة اي حد عنده خصونة رجبة التابات مفاصل ألام اسفل الظهر ألام في الرقبة من غير تردد لان احنا بنقول دلوقتي احنا بنحاول على قد ما نقدر نبعد عن البرشمات او العلاج اللي بيتخد عن طريق الفم عشان بيعمل تعب كتير جدا في المعدة ويبقى علاج كتير جدا وضغط على المعدة فبيعمل لنا ساعات كرحة وبيعمل لنا امراض فاحنا مش هنعالك حاجة وبعدين نرجع نضر نفسنا في حاجة تانية ألام الخصونة او الألام اللي بتبقى موجودة بتبقى ألام صعبة جدا ما بتعرفش تنام ما بتعرفش تقعد وبتالي بتأثر على العضلات وبتتعبك حاجات كتيرة جدا جدا وشرحناها ان المنتج بتاعنا الاوحد هنقول فيه حاجات مش موجودة اه فيه مواد مش موجودة فعلا لانها فعالة جدا اي حد من أبو أمو وخواتنا وحبيبنا اي حد عنده ألام زي ما قلت اللي انا بقدم البرنامج بقالي فترة طولة جدا ومستمر اللي انا بقدم البرنامج عشان اقول وقدم الخير للناس لان الثقة والأمانة والصراحة اللي انا بقدم المنتج ده ايا كان المصلحة للناس زي اي حد بياخد الكريم بيروح لجرانه وجران جرانه وقالهم اتفضلوا خدوا الهدية الجميلة دي عشان بنخفن الخصون دكتور انا زي ما قلت لك دكتور ياسر واتكلمت معك كتير جدا وشرحنا مواد للناس احنا عايزين نتكلم على الناس الوقت بدون اي يعني مش عايزين ايه نتكلك على الموضوع او عايزين بشكل مبسط نوصل للناس بسلاس منطع البساط اللي عنده خشونا والتعبات نفس اللي عنده خشونا ومش قادر ينزل السلم ولا يطلع اللي بييجي الستة الكبيرة اللي مش قادر تروح لحمانة اللي مش قادر تقوم بشغل البيت الشاب اللي هو يعاني ويلاقي رجبته بالطقطة ومش قادر يلعب مع صحابه الكلام ده كله بيبقى ممكن بدايات او بيبقى استعداد المفصل انه يتعب مع الحركات الخاطئة خلي بالك يا دكتور دول اللي شغليني دول اللي شغليني هما عندهم الام انا عايز اخفف عن ناس الالام لو استخدموه ده هيبقى سبب في الوقاية انه هما يتعبوا يعني هو احنا قلنا شوف كم مرحلة سبب وقاية عشان ما يتعبوا قبل المرحلة اه واثناء العلاج مع خطة علاجية اول لوحده لو الدرجة خفيفة اه ومعد كده ممكن نعمله من وقت للتاني كده علشان ما يحصلش انتكاسات تمام تلت مراحل في الامر لكل الاعمار قلنا شاب صغير ممكن يبقى عنده ضعف في الغضروف اه لست كبيرة عندها خشونة نتيجة الكبر السن والاحتكاك الكتير لحد رياضي وحصل له اصابة اه في الكورس العلاجي مع العلاج الطبيعي وبقية الخطوط اه اه ويد رينجي يعني في مدى واسع جدا لان برضو هرجع واقول ان ده امن فعال طبيعي حضرتك قلت حاجة انا بس عايز يعني اضيف حاجة لحضرتك تمام انت بتقولي البرشامات اللي بتبوز المعدة اطبع انا متفق معاك تماما ان هي بتبوز المعدة ولكن اللي بيخليها تبوز المعدة ان المريض بياخدها من نفسه اه لو الدكتور كتبها له عمره ما هيكتب البرشام لوحده ولا ده لوحده هيكتبهم الاتنين مع بعض تمام وبيبقى بخطة علاجية مدروسة وبتوقيت مناسب طب انا عندي ناس استخدمة الكريم بس بدون اي حاجة بدرجة خفيفة اه درجة خفيفة ما هي تستخدم الكريم لوحده ويبقى سبب وحيد في الشفاء يعني احنا نقدر نقول دلوقتي اي حد عنده خشونة والتبات مفاصل درجة اولى او درجة تانية يبتدي استخدم الدرجات العالية اللي هي دخل على تأكل عظام والموضوع صعب جدا لازم بخطة علاجية يمشي مع الكريم بالزبط بخطة علاجية زائد غير الدرجة الخفيفة الوقاية الوحده الريلاكسيشن والمساج والحاجات اللي قالها الدكتور محمد اللي هي بتعمل ريلاكسيشن للعضلات بتاعت الرياضيين لوحده طيب بصوا يا جماعة عشان برضو ما نلغبطش الناس احنا عندنا المنتج فيه الشركة بتقدم اربع علب وست علب ككرسي علاج احنا لما نبتدي ناخد الكريم وندم تلات مرات يوميا احنا هنعمل مساج للنفسي نعمسك الكريم ندم طبقة خفيفة على منطية الألم وحركة دائرية في اتجاه واحد ده اللي قصد الدكتور ياسر ندلك كويس جدا وبعد كمدات سخنة ياريت ممكن نحط كمدات سخنة او منحوش كمدات سخنة على حسب الحالة يعني برضو لو الحالة بسيطة احنا بنقول احنا ليه نوصل لدرجة نهائية احنا برضو هنخلي محور الكلام هنا ليه حضرتك تخلي نفسك توصل لدرجة نهائية ليه توصل للدرجة اللي ممكن تغير فاهم افصل طالما انت قدامك الفرصة احنا بنقول تمولي كريم هيبقى فيه وقاية قبل المرض وتبقى نفسك شخصيا هتحس اللي انت المادة تقول لكم زميل في المنتج بتبني الغضاريف وبتساعد على بناء الغضاريف يعني من الاخر كده ترجع لو انت درجة أولى او تانية ترجع ما فيكش اي حاجة باستخدام مجموعة دي قلنا من شهر تلات شهور ممكن شهر واحد تلا نفسك تمام ما فيكش اي حاجة لان ممكن الموضوع يبقى بسيط معاك ممكن تحتاج مجموعة تانية ممكن تحتاج مجموعة تالتة ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن الدكتور والكلام ده والعلاج اللي ممكن يمشي مع العلاجنا لازم الحاجات الحارجة الصعبة انما الحاجات البسيطة اخشونا في الاول اخشونا في الاول وطقطقة واجع وقلم ان شاء الله من غير ما تتحب نفسك في برشماء ان شاء الله منتجنا يجيب نتيجة بنسبة تسعين في المية بيساعد على العلاج كويس جدا وتبقى في احسن حال لكن المرحلة عندنا اتطورت وبقت صعبة فقط اكل عظام ممكن نستسير الدكتور والعلاج ده هيبقى علاج مساعد قوي جدا 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 في علاج الخصونة اللي هي وصلة لدرجة متأخر رأيك يا دكتور محمد ايه في الكلام اللي احنا بنقول ده احنا انا عايز اضيف بقى على موضوع الخصونة دوت الام اسفل الظهر ايوا الام الرئبة ايوا لان ان هو في حاجة اسمها فيش يا السايكل التقلص العضلي بيقدي الالم والالم بيقدي لتقلص عضلي زايد بالضبط انا جالي فاحنا عشان نكسر لازم نكسر الدايرة دي فاسهل مكان نكسر فيه الدايرة ده الالم طيب صح مع استخدام التيمولي كريم الالم لما يبدأ يقل وبالمساجينج افكت بتاعه سواء في الابليكيشن ان انا بعمله او تأثير المباشر بتاع المواد الفعالة اللي موجودة فيه تمام هيبدأ يكسر السايكل والدايرة دي عند منطقة الالم تمام فبالتالي هيقلل التقلص العضل اللي موجود كويس جدا انا برضو كان يجالي شكاوة دكتور ياسر برضو فرصة عشان دكتور محمد حمدي معنا والدكتور ياسر انا بيجي لحد يقولي انا عندي غضروف في ظهري او انا ظهري وجعني ومأثر على رجلي انا مش قادر امشي رجلي وجعاني اقولي هو الوجع في ظهرك ولا في رجلك اقولي في ظهري بس رجلي بتوجعني طب انا مش يعني ايه بقى اللغبطة دي انا عن نفسي انا بسيب بقى الموضوع المتخصصين العصب اللي بيغزي المنطقة دي طالع من ظهر طالع من ظهر بالضبط فالمشكلة كلها فوق اي ضغط فوق من اول تقلص عضلي لخشونة اللي انزلات غضروف اللي قدر الله من انواعه اللي قاصر اللي قدر الله ممكن يكون في فقرة مثلا فقرة متزحلقة كل ده يأثر على منطقة رجلي مايقدرش يمشي مايقدرش يمشي ده لا يعني مايقدرش يمشي ده من ضمن الحاجات اللي بتبقى موجودة ممكن يحصل حاجات تانية اكتر يعني بس من ضمنها انه مايقدرش يمشي تمام دكتور ياسر بشكل مباشر دلوقتي انا بقولك احنا بسمع كلنا عن عرق النسا اه ايوه هو اساسا اسمه عصب النسا عصب هو عصب مش عرق هو عصب واسمه النسا مش النسا احنا سهلنا الامور هو قلنا عرق النسا هو عصب النسا اللي دكتور محمد حمدي تفضل وقاله انه بيطلع من الغضريف ينزل يغز الرجل كلها من فوق لتحت الرجل كلها 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 لما الغضروف بيتعب بيمتهب بينزلق بيتكسر لقدر الله تعالى بيبقى فيه ألم في المكان وبيضغط على العصب يبقى فيه ألم في العصب والعضلات يوجع الرجل يوجع الرجل يبقى كل الدنيا دي ميزة يعني كلها فيها ألم قال لي بقى اللي خد اللي قال لي ظهر وجعني والرجلي مأسر على رجلي فقلت له أنصحك باستخدام المجموعة أمان قلت له أمان جدا يا دكتور قلت له اسأل مجرب ولا تسأل طبيب آلاف الناس برا مصر وداخل مصر خدوا المنتج مع عمرنا مزع عنا حد الناس دافعة فلوس وعايزة نتيجة عمر محد زعل مننا الحمد لله على مدار سواء سنين بل الناس بتدعيننا ومبسوطة جدا على أنها فرصة أنا دلوقتي بقول له زي الدكتور ياسر ما قاله وانا اكتشفت النقطة هي دلوقتي قلت له ادهن على ضهرك طالما رجليك واجعي يا بقى اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل طبيب وابقول له اسأل هو المسأل كده مع التيمولي كريم يعني اسأل مجرب اسأل مجرب اسأل طبيب احنا دلوقتي احنا عن طريقه دوت القصة كلها ان احنا لما بنستعمله على منطقة ألام الظهر مثلا اللي هي مؤثرة قصة على رجليه انت لو كسرت برضو الدايرة اللي احنا بنتكلمنا عنها التقلص العضلي اللي موجود بيزود الضغط على العصر بالزبط فمجرد ما انت بتكسر الدايرة بتاعت التقلص العضلي دهية الضغط على العصر بيبدأ يقل اللي هي تبدأ تتريح والنفس القصة اللي عنده خصونة رجبة اللي عنده خصونة رجبة يحس ان رجليه وجعاه ومؤثرة على مشت رجله من تحت حس ان رجله وجعاه من تحت وحس ان هو العصب بتاعه عصبت رجله ده كله وجعه كل ده يا جماعة من خصونة رجبة احنا اختصارا كل القعدة الجميلة دي مع ده كثرة العلماء ده كثرة اللي موجودين معنا وزي ما قلنا القائم على المنتج مجموعة كبيرة جدا من العلماء ومصانع كبيرة جدا وقضى الايجو يعني مش بيتصنع كمان بيتصنع على مكينات عالية جدا وما فيش يد بشرية بتتدخل وتعقيم عالي جدا مستوى الامان يا جماعة جميل جدا وجامد جدا عن تجربة اسأل مجرب واسأل طبيب معنا زي ما قال الدكتور محمد يعني مجموعة هيلة جدا جدا وانا بقول مرارا وتكرارا لو انا هتنقدم البرنامج ده واستنى مستمر حتى لو انا بقيت ايه ولكن بقدم ده ليه لان احنا زيما نقولنا بنقدم الخير للناس يا جماعة صدقوني صدقوني الموضوع فيه علم وفيه رقابة مترخص من وزارة الصحة امن جدا على كل حاجة حاجة موضوعية بتدهن وبتدينا نتائج فعالة بتساعد على الالك بالنسبة 90% حاجة قوية جدا يعني انت وانت حاسل انت تعبان لا بالعكس انت بتدني الكريم وانت مستريح وامن ومتطمم صح دكتور ياسر الكلام اللي انا بقوله كلام جميل جدا بس انا يعني انا بقى كدكتور انت بتتكلم وعلشان انت واثق في المنتج طبعا وثقتك في محلها طبعا ولكن لازم نبروز الكلام ده كله بحتة ان الالتهابات درجات درجات طبعا لازم الدرجة الخفيفة انا ابدأ بدا ما روحش اخد درشان من نفسي نهائي لا طبعا نهائي طبعا وحتة ان انا حتة الكمبادات السخنة والسقر على حسب الحالة فيها ورم ولا لأ اصابة خفطة ولا الالتهاب حاجات كتير لازم استشار الدكتور هنخسر ايه لما نروح لدكتور مفيش مش هنخسر حاجة احنا دايما دايما اللي بقولك الحاج اي حد انا بعرف الشركة هنا لما حد يجي طلب منتج وحاجة اقوله انا عنده خصونة طب انت عرفت اللي انت عندك خصونة منين اقولك انا روح تكشفت عن دكتور وعنده خصونة خلاص اتفضل خد المجموعة دي وما كانتش الخط لعلاج الوحيد عمرها ما هتضر هو ده الفرق طبعا طبعا انما انت لو خدت برشام من نفسك لو انت مش انديكيتد يعني انت ملكش البرشام هيضر هيضر تمام صح من نفسك هيضر انما لو دكتور كاتبه هيبقى عارف بيدهولك امتى وبعد الاكل ولا في نص الاكل والوقت قد ايه وهيدهولك ازاي ونوعية البرشام بتختلف قصة عايزين نمشي صح عشان ما نندمش طبق بصوا يا جماعة زي ما اتفقنا كده احنا قلنا مرحلة اولى مرحلة تانية هنستخدم الكريم ما فيش فيه اي صيد افكتو ولا اي حاجة هيبقى هيجيب لنا نتيجة كويسة وهيريحنا وهضر علينا الخصونة لقينا الموضوع معانا متفاكم وفيه موضوع وفيه مشكلة وحسين اللي احنا دخلنا على تأكل عظام وتغيير مفصل والكلام ده ده مفيد جدا 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 بقولنا بنسبة 90% هيريحك كتير جدا لكن بخطة علاجية عشان انت عندك حاجة اكبر من الكريم بشويتين ثلاثة فلازم نبقى ده مساعد قوف الالاج خطوط العلاج ده من خطوط العلاج الاساسية المهمة على فكرة لو افتقدنا في علاجنا هنخسر كتير خلي بالك بقى انا عن نفسي يعني احب واشجع وايد واحب قوي العلاج الموضوعي ليه؟ لانه ما بيعملش الاعراض الجانبية بتاعت العلاج السيستمي بالضبط ده بيروح للمكان اذا فيه مادة قوية وفيه نفذية قوية بيروح كأنك انت بالضبط خدت العلاج اللي ببقك ده خطيته على المكان خلاص مش حتت بقى ان انت تاخده بقى تيروح للدورة الدموية يأثر من شعر راسك لضفة رجلك تمام صح هيأثر هيعمل مضاد للاتهاب وهيعمل اعراضه الجانبية والله يا دكتور قالتلي كده قالتلي يا استاذ جمال احنا خدنا الكريم والله وحتى بقول له لا بقول له لان يا حاجة لما انت خفتي من المجموعة الاولى دي وحسيت اللي انت ما فيكيش حاجة ده عشان كانت مرحلة اولى عشان برضو بيجي ناس تقول ايه يا والله ما تروحوش لدكترا ده الكريم ده احلى من اي دكترا اه حلو ولكن الدكترا مهمين جدا 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 عشان اشخصونا الحالة يا جماعة لازم نلجأ للعلم دكتور هيقولك انت عندك ايه بالضبط وده هيبقى مساعد في الخطة العلاجية دي كانت مرحلة اولى او مرحلة تانية انما اللي عنده حاجة فاتة غير مفصل وحاجة صعبة لازم يمشي العلاج ده معاه يساعد على العلاج بقى خطة علاجية معانا صح يا دكتور؟ طبعا هتضيف بقى على جزء كمان الام الام اسفل الظهر الام الرقبة طبعا دكتورنا دكتورياتي طبعا طبعا اه الام الرقبة زي الظهر بالضبط زي ما الظهر بتأثر على رجلك الرقبة هتأثر على دراعك بالضبط فهتلاقي ناس كتيرة جدا جاية في مشكلة في دراعي لكن المشكلة دي مركزها الرئيسي وسببها هو انا دلوقتي بقولك على حاجة مهمة جدا انا بطمن الناس يا جماعة خصومة الرجل بولتبات المفاصل حاجة العلاج ده علاقة وجد انا ماليش ضعب حد اللي بياخد يقولك المنتج ده لكل حاجة انا ماليش ضعب الناس دي انا ماليش ضعب اي حد يقولك المنتج اللي موجود ده منتج بيعالج كل حاجة اخد هدفهم يبيعوا لا 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 انا بقدم هنا بقدم خير بقدم منتج خير لابعاتنا ومهاتنا لازم تبقى موجودة الصقة والامانة والصراحة عشان كده انا جاي وبالدكاترة وبنتكلم بالصقة والامانة والصراحة لا يا ناس تطلع تقولك خد المنتج ده ده بيعالج كل كبيرة وصغيرة يلا عايزي اشتغل لا 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 يا جماعة في صقة وامانة وصراحة مرحلة اولى مرحلة تانية هقولك خد الكريم واستخدم مجموعة مجموعتين هتمشوا هتبقى زي الفل عندك حاجة متفاقمة وصعبة اسأل الدكتور وده مساعد بنسبة تسعين في المية في علاجك حاجة خير للناس عايزين نوضح يا جماعة احنا بنتكلم يا ده كاترة بالصقة والامانة والصراحة عشان ما نبقاش احنا شايلين زن بحد ناس ده فعى فلوس وعايزة نتيجة انا بشوف ناس بتيجي تسألني انا يا دكتور خدت كذا وكذا ما عملتش انا الوقت بالاسف وقت البرنامج يا دكتور محمد خلص انا والله سعيد جدا بوجودك مع يا دكتور محمد حمدي انا سعيد جدا يا دكتور ياسر ربنا سعيد جدا يا دكتور ياسر الجميل اللي بيصرفنا دايما في كل حلقة شكرا جدا يا دكتور ياسر يا جماعة اسأل مجرب اسأل طبيب اوه تروحوا غير للمكان الصحة عندنا هنا الثقة والامانة والصحراحة تحياتي ليكم جمال فهدو انتقيم ليكم حلقات مرارا وتكرارا مع الدكتور العظامات حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته